وطن منحازون للحقيقة في الأسبوع الأخيرة كمنا بحملة واسعة من جمع التبرعات والمعونات الغذائية لدعم صمود وتصدي أهلنا في قطاع غزة تحديدا ونحن نفتخر بالتجاوب الواسع الذي كان لأهلنا في النقب في المثلث وفي الجليل لهذه الحملة وتحديدا الآن في شهر رمضان الفضيل ونحن هنا الآن في رمضان لنسلم هذا الدعم لأهلنا حتى يتم نقله إلى غزة أردنا أن نأتي بوفد من أهلنا من الجبهة والحزب الشيوعي ومن اللجان الشعبية الحقيقة هي معونات مختلفة من الطرود الغذائية من الملابس ولكن أيضا من الأموال المادية تحديدا لشراء الأدوية وموضوع الأدوية كان موضوع مركزي بهذه الحملة هذا اللقاء يأتي في إطار الحملة التي أطلقتها لغاية الزراعية بخصوص الوضع الإنساني الطارئ في قطاع غزة وهي بعنوان فكر بغزة إخواننا في فلسطين الداخل هم أعضاء ناشطين وفعليا يقودوا حملة كبيرة من أجل جمع التبرعات والمساعدات التي ذات الطابع الإنساني لمساعدة أهلنا المحاصرين في غزة منذ مدة طويلة والمنكبين بهذا الحصار الكبير إضافة طبعا للخسائر التي تكبدوها نتيجة عمليا المسيرات المستمرة للمناطق الحدودية في قطاع غزة مما رفع من حجم المعاناة الإنسانية وطن منحازون للحقيقة